عنوان صحف الصدرة صباح هذا اليوم 22 أيلول 2021 اللي بتفتح على الانترنت صباحا شو عنوانيت وشو هي أبرز مقاليتها رح نستعرضه نصول بداية مع الأخبار جريدة الأخبار عنوانيت هل من خيط بين نيترات بعلبك ونيترات المرفأ تأخير جديد للبطاقة التمويلية هيدا العنوان رح نرجع له بعد شوي الدكاكين الجامعية نهاية التعليم العالي نتابع أيضا مع عنوان الجمهورية اليوم ثقة وغدا الرهان باريس إلى الشق الثاني من مبادرتها على كل حال اليوم كيف معلومات صحفية بفتكر إذا ماني غلطانة بجريدة نداء الوضن عم تحكي عن إمكانية زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لبيروت يستثمر إذا بدك يقطف قصة أنه نجحت المبادرة الفرنسية بتشكيل حكومة الحمد لله نجحت بعد ش سنة كتب خير الله في عنوين الديار المحروقات استحققوا خطر اجتماعيا قد يطيح فعالية حكومة ميقاتي التي تأخذ الثقة اليوم إسرائيل تختار شركة أمريكية للقيام بحملة حفر في البحر ولبنان غارق في أزماته هل من تداعيات مباشرة على الوضع اللبناني جراء ملف الغواصات الأسترالية؟ في البناء وزير الدفاع السوري في عمان أعلان أمريكي برفع الحظر السياسي بعض الاقتصادي ملف الترسيم يعود إلى الواجهة من بوابة تلزيم هالبرتون فهل كانت تحرشا؟ جلسة الثقة اليوم بغياب الحريري وثقة على عتبة المئة الصوت نتابع كمانا تنشوف كيف كان الكاريكاتور وكيف اجت باقي عنوين والمقالات بالصحف ننتظر بس عنا ديما بالبناء مشاكل تقنية لا لا بالبناء ديما بصير هاي مظبوط بس نشوف كيف الله بده يهونه هلا بتهون قولي يا رب شفت زبطت معك بس قلنا يا رب هاي هون قصة الغواصات والإشكال اللي صار بين أستراليا وفرنسا مظبوط استياء ماكروم من إلغاء أستراليا صفقة الغواصات الفرنسية خلينا نذكر هون أنه الممعو خبر أنه هاي الصفقة أخذتها أمريكا صحيح إنجلترا وأمريكا كمان بيعنوين النهار من خمسين سنة مثل اليوم الملف الكامل لمحاكمات الحزب القومي قنبلة عربية تنفجر في القدس فتح هذا ردنا على الاستقرار على الاستقرار على أن الاستقرار يسود المزينة في العنوين أيضا تفاعلات مرسوم زيادة الرسوم تضع الحكومة في مهب الرياح سلام بين معارضيه المتحفزين ومؤيديه المحرجين يبلع الموس مرة أخرى لألا يدفع هو الثمن وسيبا يواجه حملة خصومه الانتخابيين المستوزرين عم نحكي من خمسين سنة يا شبيب جسور التقارب التي يمدها جنبلات للتعاون مع النهج انتخابيا تصطدم بتخوف شهاب من تقلباته كمان بوقتة كان في جسور تقارب وتسوي 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 طبعا التجار يعلنون الثورة على تدبير رفع الرسوم على الكماليات ويوصون الجمعية العمومية بألان اضراب مفتوح والامتناع عن سحب البضائع الصناعيون يرحبون بتدبير الحكومة والعمال يطالبون بزيادة جديدة للأجور مثل اليوم الصيدليات تعلن حربا مكشوفة على المستوردين وتطالب المسؤولين بتأميم استيراد الأدوية اضراب الرمزي للصيدليات الثلاثة لمدة ساعة هون بس خلينا نشيري لأنه نقيب الصياد لغسان الأمين طلع من كم يوم وقال أنه مفترض الأدوية بالصيدليات تنخفض أسعاره بين 20 و30% لأنه كانوا عم بسعره على مؤشر 14 ألف وشي مع انخفاض سعر الصرف بالسوق السوداء رجع وزير الصحة عمل مؤشر جديد هو سعره تقريبا 11 ألف وسبعمية وخمسين يعني مفترض نشوف الانخفاض إن شاء الله نشوف الانخفاض بالصيدليات ما يكون مثل انخفاض السوبر ماركت اللي بنسمع عنه ما بنشوفه أنا بس يا أستاذ غسان أستاذ بحصلي ياريت هيك بتخذنا بتهدينا بيدنا هيك علمية بتفرجينا شي سوبر ماركت عن جد الأسعار عم تنزل خبرونا آه الابتداء من اليوم آخر المعطيات إنه ابتداء من اليوم رح نشوف هيدا الناس اللي رح اخد لوب اليوم وانطلع تشوفها الأسعار شوف هيدا 250 ليرة مثلا نازلة السعر كتير مني حبكو فيها 27 ليرة آه 27 معمل لبناني فرنسي لعصر التفاح اللبناني ينتهي أنشاؤه صيف 1972 ويعصر 120 طن في اليوم أزمة تصريف الإنتاج الزراعي تنتظر عودة الوزير يعني ما أشبه الخمسين سنة الماضية باليوم صورة غير زاهية عن أوضاع الإدارات العامة يعرضها التفتيش ومجلس الخدمة على الرئيس فرنجي معظم المديرين العامين يهملون واجباتهم نعم هيا من خمسين سنة يا شباب كاريكاتور بير صادق كيف تم نتطائف لليوم كل شي حشو صار لإدارات الدولة أزمة من خمسين سنة وهيك بالتطحية والإيمان نبني الأوطان بالمسكنات والحبوب نحن من الجنوب شليل رح نتوقف عند مقالين هكي لفتونا اليوم بالصحف المقال الأول هو من صحيفة الجمهورية تتعلق بالبطاقة عفوا الأخبار بتعلق بالبطاقة التمولية تأخير جديد للبطاقة التمولية بتقول الصحيفة عمليا وقبل الحصول على الثقة كانت الحكومة قد عكفت على دراسة عدد من الملفات وقد عقد رئيس الحكومة اجتماعات عدة يومي السبت والأحد لبحث ملف البطاقة التمولية وبنتيجة المناقشات رح يتم تأخير بدء تنفيذ مشروع البطاقة بعد أشهر طويلة من المماطلة ففكرة البطاقة كانت بتقوم على وجوب تأمين بديل يعين الأكثر فقرا على مواجهة تبعات رفع الدعم لكن ما جرى أن الدعم قد رفع بصورة شبه ناجزة في مقابل التأجيل المستمر لبدء العمل بالبطاقة رغم هزالة المبالغ التي ستؤمنها لحامليها وبحسب مصادر وزارية تبين وجود ثغرات كبيرة في المشروع تقتضي إلى الأمر المزيد من البحث خدوا أتكون مصادر مطلعة رأت أن ذلك يقود إلى ضرورة البحث عن بدائل سريعة يمكن أن تعين الناس في الفترة الفاصلة عن بدء تنفيذ البطاقة التمولية ومن الأفكار التي ترددت إمكانية تحسين الرواتب بشكل طفيف بما لا يؤثر على المالية العامة وإلى حين اتضاح الرؤية فيما يتعلق بالبطاقة تؤكد مصادر مطلعة أن الأولوية الحكومية ستكون إيجاد حلول سريعة للأزمات الأكثر الحاحن ولسيما أزمتين الكهرباء والمحروقات خلينا نشوف كيف راح يعني تنحل أزمة البطاقة إذا الحل تحسين رواتب يعني كمان بذات الوقت ما بدنا ناخد بإيد وندفع بتاني إيد ما يكون تصحيح الرواتب يعطي إلى مزيد من التضخم بهذا المجال بعد أنها مقال فينا متوقف عنده ولكن بعد شوي كنا نحكي عن رفع الدعم ومحروقات وكل هاي التفاصيل خلينا نشوف عضو نقابة أصحاب المحققات جورج لبراكس شو وضع البنزين صباح هذا اليوم طوابير على الطرقات لا تزال هي هي صباح الخير سيد جورج صباح النور لكم المشاهدين الكرام شكرا أسبوع موفق ويجيب لنا الانفراجات بيعتمد عليكم هالشي مش علينا لا يراتي بيعتمد علينا بيعتمد علينا نحنا كنا ما خلينا والسيارة توقف بالشارع بيعتمد على اللي بإيده القرار أنه يقدر يستوري كميات كافية للبلد وأنه ما ينطر البواخير قاعد بالبحر لحتى تاخدوا مفقاتها كم بيخرى فيه بالبحر هلأ هلأ في عندك وحدة موجودة وفي وحدة بتوصل بكرة وحدة بتوصل بعد بكرة هذي بيحنوا تقريبا فوق الميت مليون لتر بنزين نحنا نطرين اليوم مبدئيا مع البواخر الموجودة منهدينا بعد اسبوعين بكل رياحة بس نحنا نطرين تصير البازين مش المهم يكون بالبحر أو يكون بالبواخر أو بالمستوضاع بده يكون المهم يكون في المحطات ويتوزع للمواطنين ننسى أنه نحنا بشلال عام تقول ما أنك بشلال عام صالك تتعبات أيام وهذا كنا عم نحذر منه ومبحث صوتي وحذر أنه أربع خميس ما فيه لنوقتي الجازمة نوصل لشلال عام وصلنا لو ما حدا أخذ الإجراءات اللازمة مسبقا لحطات الحال هلأ لما نحنا اليوم نحنا هون شو بده يصير فيه بواخر موجودة بس الشركات المستقبلة لهذه البواخر عندها فواتير مع مصرف لبنان عن فواتير سابقة أريدي فرغتها وبيعتها بالسوق للعالم بس ما قبضت بعد دمنام هذي مجبورة تقبض المصريات من مصرف لبنان لتتفعها للشركة المورنية لا إلا لتسمح لتخطي البخرة الثانية ما بدأ أي مصرف لبنان وعد أنه اليوم بده يحلح لهذه الموضوع وأصلا ما فيه مشكلة فيهم هي قصة تأخير بس يعني كل مرة بتتقصة تأخير قصة توقيت لا أكتر ولا أقل بقى إذا اليوم مش الحال ونعطيت ونحلت هيدا الموضوع وما بدأ أي بدت مفروض تنحان رح نلاقي تفريغ كمان باخرة اليوم وبكرة في باخرة والبعدة باخرة بدأ أيان لازم نباليش نشوف توزيع السوق المحلي اليوم بكمية قليلة بكرة بتتحسن وبعد بكرة بتتحسن نشوف تبايعا ابتداءا من بكرة محطات بسكرة رح تفتح وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نروح شوي بشوية انفراجات من هلأ لعشرة خمسة عشر يال الأربع فيه شي زودة بالأسعار ما فيه تغيير آلية لأنه قالوا لآخر الشهر على الجدول الكلاسيكي حكما بدأوا مفروض يكون في جدول الكلاسيكي بس ما بعرف بعض الوزير بعض الوزير جديد جاي على وزارته منتمنى له كل التوفيق بس إنه ما بدأ أيان بعد مش عارفين كيف كيف التفكير بس لازم يكون في جدول أكيد بس ليش نحكى بس أستاذ جوج ليش نحكى أنه الأربعة رح نروح إلى مرحلة رفع الدعم كلياً ما عم نصرخ عم نقول رايحين على رفع دعم وفقاً للآلية المعتمدة حالياً وكله باللير اللبناني ومصرف البناني هو بده يقدم الدولارات على رأسي وعيني قلوا لنا إيها وهي دي بالوقت الحاضر فيها بلبلة أقل مصرف لنبضى لأمن دولارات حتى لو رفعته الدعم بسير التنكي إذا عملتوا الدولار بخمسة عشر ألف بسير التنكي بمئتين وعشر مئتين وعشر مئتين وخمسة عشر ما في مشكلة عاية ده الموضوع عظيم إذا بدكوا تقولوا لا مثل المزوط إنتوا روحوا حررنا الاستاذ وإنتوا روحوا أمنوا الدولارات تعوعدوا على الطاولة في أليان جديدة بدأت تنعمل لحتى نشوف كيف بدأت كيف بدأت نتعطى بالدولار هلأ المزوط بالدولار شو بتعني إذا رحتها تنكي البنزين على محطة تنكي المزوط فيك تلاقي ما فيك تلاقي البنزين إذا بكرا حرارو صاروا الشركات بدي يستوردوه بدولاراتهم بكرا بيقولك أنا ما عندي بنزين إلا بالدولار بكريح تشريه من الشركة بيستوردي بالدولار شو بتعملي أنت عندك محطة بنزين تاخلي الدولارات بإيدي بتشري فيها تجي لتبيع المستهلك لا الاقتصاد لا فيه جدول تركي بأصابة تبيع بليرة لبنانية عظيم بأي الدولار وكيف وكيف بدي يطلع الجدول بأي عبولة نرجع لمشكل ما يكون اذا رفعنا الدعم علقنا الشركات والمحطات مع بعض ونرجعنا للمشكل اللي قلع بالالفين وتسلطعش عند الفروض نقعد على الطاولة ونلاقي حلول لهذا الموضوع لك انت يا استيز عبدو يا مدام ريتا معكن انتو بالزيد انت فيك تقول انه صار لي أكتر من سنة ونص انا أكتر آآ أو سنة عشرين مرة معكن انتو وبقول ألف وليجني تلاقي حلول مية بالمية في حدا يكرر عن دولة على الهواء كله بتتفاجأ انت بوف عملنا العملية نقود العالم تتزال على الطرقات وعالم تتبهدل وتفوت العالم كله ببعض استيز جوج بس انت كنت وجهة نظرك الشخصية يعني انه الالية لنت تتبدل بالنسبة للبنزين ما رح يصير مثل المزوط انه نروح نشيل هايدي وجهة نظر شخصية بس هايدي كمان الى حمد الله ما كل شيء له سلبيات إيجابيات وسلبيات شو تدعياتها إذا الالية لم تتبدل حتى لو رفع الدعم لحكى انه الطوابير باقي حمد الله أنا مش بس دحليل ذاتي أنا متكل على البيان اللي طلعوا مصرف لبنان إذا بتتذكري بـ 28 حزيران واللي على أساسه فخامة الرئيس بعت وراء الحاكم وعندوا وراء مجلد فرعر وعملوا آلية 3900 تتذكري عملوا آلية 8000 شو قال وقتها اطلع بيانه وقال ابتداء من اليوم من دكرة أنا ما بقى رح أصرف إلا وفقاً وفقاً لنفس الالية بس على سعر صرف الدولار حصل السوق شيء هو حدد بيبيانه وقال عملاً بالالية المعمول بها حالياً بس على سعر السوق أنا متكل علي قاله مرت البادي أنه يكفي بهذا اتنين هادي الألية رفع الدعم ما قلنا رفع الدعم رفع الدعم بيصير بطريق تاني يابي وفقاً للالية مثلاً هادي المعمول فيها ومصرف لبنين بيأمن الدولارات يابيقول مصرف لبنين ما إلي داخلي روحوا أنتوا دبروا دولاراتكم بحر الإسرار وفقاً لهاي الألية عندها إيجيبيتة وصلبيتة إيجيبيتة أنه ما بيصير فيه ضغط على السوق السوداء للدولار لنجيب دولار وهي دا بيسمح لمصرف لبنين ظل مزيطر على سعر صرف الدولار لأنه ما يصير فيه ضغط كثير بس بنفس الوقت مفروض بصرف لبنين إذا بدوا يشيد الطوابير من الشريح بدوا يأمن اعتمادات كافية لتستورد كميات تكفي حاجات السوق ويعطي كل الشركات اعتمادات بنفس الوقت مع بعضها فيه كل المحطات تفتح لأنه في عندك شركي باخر تفرغ